طبعاً الولاد بتوعنا من اليوم الأول في سواء كانوا في الأقسام أو في الأقسام الثلاثة أو البرنامج بتاع الزكاة الاصطناعي كلهم إحنا بنعودهم على المشاركة في المؤتمرات والملتقيات سواء كانت العالمية أو المحلية أو الإقليمية ليه؟ لأنه الطالب أنا تصوري لما يحضر مؤتمر سواء محلي أو إقليمي أو دولي فهو على الأقل بيطلع على ما هو جديد في هذا التخصص فما يكونش متخلف عن الركب وبالتالي يقدر يواكي بالتخصص ويقدر يشتجل كمان على نفسه بالأضافة إلى أن أنا عايز أقول لحضرتك أن طلاب الحاسبات والزكاة الاصطناعي هم اللي بيصروا على المشاركة في هذه اللقاءات يعني أنا عايز أقول لحضرتك فيه مسابقة هيشتركوا فيها قريب دول هم اللي مصررين أن هم يجهزوا الروبوتات بتاعتهم بإيديهم من مكونات بسيطة علشان يشتركوا بيها في هذا اللقاء الهاكاثن اللي تعمل في جامعة بنها وسواء فيه اللي هو خاص بالعاصمة الإدارية أو الإدارة الجديدة أو إلى آخره كل ده برضو أولادنا اشتركوا فيه والحقيقة فازوا بمراكز متقدمة في التصفيات بتاع الهاكاثن والهاكاثن الإعلام بتاعه جنى لسه هذا الأسبوع هيشتركوا برضو طلابنا في هذا التخصص طيب إحنا بنعمل كده ليه دلوقتي مع طلابنا بتوع الحاسبات لأن أنا قلت لهم أنتوا بس مش خرجيننا فقط يعني عشان تطلعوا تشتغلوا بره أنا عايزكم كمان تبقوا عندكم ولاء وانتماء لكلية كل تطوير تكنولوجي يتم على قديكم داخل هذه الجامعة مش عايزين نجيب حد من بره يجي يطور لنا فالطلاب هم دلوقتي اللي بيعملوا المشاريع الصغيرة وكل ما نقول لهم فكرة سواء إحنا عايزين ننفزها أو ما ننفزهاش فبنقولها لهم علشان نشوف برضو ونمرنهم طلابنا إن هم يحتكوا بيه لأن انت عارف حضرتك إنه الزكاء الاصطناعي بيحل مشاكل وبيسهي الحاجات والحاسبات عموما كلها هي كلها لوجراثمات بتحل بيها مشاكل أو بتصرع بيها أداء أو بتصرع بيها ريت فبالتالي إحنا عايزين ولدنا يبقوا متربيين في هذا الانفيرومنت وبنسمح لهم إنهم يتواجدوا في هذه البيئات علشان يكتسبوا ما يكتسبوا بالإضافة إلى ما يدرسوا ترجمة نانسي قنقر